أنا الكبيرة ساميحة أيوب أستاذ ساميحة أيوب طبعا أستاذ محمد صبحي شايفها صهرات تليفزيونية يعني إحنا بنتكلم على المسمة يعني لو هي صهرات تليفزيونية زي ما قال أستاذ صبحي بس مش عايزي ساميها مصر ماشي بلاش اسمها مصر نسميها إيه؟ بس أنت بتعمل مصر تيجي نسميها بص يعني مثلا فيه ناس أما بيجوا يقتعوا تسكرة يقتعوا تسكرة إيه؟ مصر أما بنفتح ستارة تبقى ستارة إيه؟ مصر أما بنقف على الخشب اسمها خشبت إيه؟ خشبت المصر يبقى مسموش مصر لو بتكلم في يعني نوعية مصرح مختلفة يعني أستاذ صبحي أنا واحد من جمهوره يعني ما كانش ينفع مصرحية تتعارض للأستاذ صبحي ويمكن أنا أول ده مرة بقوله أو يمكن أول مرة هو يسمعه مني أنا ما فوتش مصرحية لأستاذ صبحي من منا صغير يعني من أول انتهى الدرس يا غبي مرورا بكل المصرحيات بقى عرض في قاهرة عرض في اسكندرية أنا بحب المصر وبحب المصرح اللي بيقدمه أستاذ صبحي بالالتزام اللي بيقدمه أستاذ صبحي الالتزام ده أتمنى أنه كان يبقى عندي مش عندي أنا برضو أقعي يعني هو كنتروله على المموصلين اللي معاه غير كنترولي أنا مصاحبهم أكتر يعني لكن قدرت أعمل معهم نتيجة تتخيل مثلاً يوم ما بنفتح الحجز للمصرح أو للمش مسرح بتتخيل مثلاً بيبقى عندنا حجز لمدة شهرين قدامي تتخيل الناس بيتبسطوا ويعرضوا حجز لمدة شهرين ما شاء الله يعني أنا يمكن كان معنا مدير مصرح مدير مصرح عمل يعني شارك في فرق كتير أستاذ حسن نجيب لقيته قال لي ملحوظة أول ما جيه معنا ونضملنا ما عملنا مصرح مصر لقيته بعد أول يوم عرض جاي بيقول لي إيه ده فيه أربع كراسي تكسروا قلت ريطيت ماشي فنشوف مين هيصلح الكراسي وبتاع قال لي لا أربع كراسي تكسروا معناها أن الناس من الدحك تكسروا الكراسي قدرنا نوصل للناس وقدرنا ندحكهم طب ما دي حاجة كويسة أولا مثلا في حد يعني مثلا ألاقي أحمد آدم أحمد آدم بيقولك ده حرق للمصرح ده بتكلم عن 65 وانا ما يعرفش نوصل للتين ونتسعين فكرة حرق دي دي أخطر حاجة تقابل أي ممثل أو أي حد يبقى عنده صفة الإبداع اللي يبخل بالإبداع عمره ما بياخد خطوة لو عندك فكرة تطلعها عندك فكرة تانية تطلعها ما تبخلش بيها طول ما بتطلع أفكار طول ما هيجي لك أفكار تانية لو أنت حبست أفكارك هتفضل الفكر نفسه محدود لازم الواحد يطلع أفكاري يطلع أفكاري ما يزعلش على أي فكرة تسرق أو تتاخد بس هو بتكلم عن العدد الكبيئي يعني مثلاً لما تيجي تشوف عملقة الكوميديا ما تيجي تحصل فؤاد المهندس مثلاً كامة صحية التجربة جديدة التجربة جديدة ما أقدرش أقارنها بالتجربة التانية يعني التجربة بالنسبة لنا لو أنت عايز تقارن بمسرح زي المسرح بتاع الأستاذ فؤاد المهندس أو مصرح محمد عوض أو مصرح محمد نجمة أو مصرح كل المسارح دي أو حتى مصرح عاد الإمام أو عاد الإمام كل مصرحية مدتها أربع ساعات فيها أحداث كتير فيها استعرضات فيها ديكورات فيها ملابس فيها حاجات من المصرحات دي أنا عملت 14 مصرحية وتوقف المصرح فكان لابد من فكرة جديدة فكرة جديدة ليها علاقة بالوقت وليها علاقة باللي هيتقدم للناس ولما عملتها صدق نجحة لما نجد اتهجم لا وتهجمت إيه لا وهنا كمان يعني يتم اتهامك بتدمير المسرح يعني مش هتوصل لكده هو فين المسرح اللي أنا هدمره المسرح كان متوقف تمام وهل تجربتي النهارة